أنا سداني ما مدى جن الكرسي طب ما الإنجيل قدامي بس بازهق طب ممكن يوم بحس أن أنا عايز أقرأ ويوم تاني بحس لأ بس أنا في أول السنة لازم أخذ عهد أتعهد مع الله أن أنا يا رب السنة دي عايز أكون جد معاك أنا كل يوم بصحى الصبح وبسلم أساسا حياتي لله على حسب أنت شايف وإعلاقتك مع الله إيه هي دي اللي هتفرق أنت هتعمل إيه السماء تفرح بخاطي واحد ياتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى التوبة صف صف حبيب القلب how are you تمام الحمد لله ماشي الحال مية مية كله تمام الحمد لله كيف كان الكريسماس معك آه عدت سنة عمروني سنة عدت علينا عمروني سنة عدت علينا ليه بتقولها هيك بيه أزف أنه حاجة كبيرة بس بتعد بسرعة قوي يعني أنا فاكر السنة اللي فاتت يوم واحد التلاتين لما كنا مش عارف إيه بيعد بسرعة لأن بتجري بصراح ايه they're running شو ايه كري أصص أنا سداني مامل جنجة الكرسي شو فيما فيه كل عام وانت بخير وانت بخير كل سنة وانت طيب وانت طيب ان شاء الله السنة الجاية تفرح ببيتر ان شاء الله افرح ببيتر بشو يروح كي جي وان لا هو هناك وان كي جي وان ما هو يروح كم سنة بعد ثلاثة سنين لحتى يفوت على الهو كي جي وان ان شاء الله السنة الجاية او السنة دي تفرح بيه هو بيجري بقى يجري ويلعبه بتاعه ايه ان شاء الله يلا وان شاء الله تكون عليك سنة بركة وخير وتعويضات امين تعويضات على ايه ربنا بيعودك على اللي فات وتلاقي العروس بنت الحلال او ان شاء الله حاضر ام شو كيف كانت يلي السنة هاي دي اللي مرأت عليك اه ايتيك حكينا ان احنا بالحلق الماضي او شوية بس انه كيف انت كانت السنة عليك صدقني مش مش وحشة يعني مش مفهاش الصدمات الكبيرة للواحد يوقف عندها كتير فيها طبعا حاجات تعلمناها في حاجات شفناها حاجات تقوينة فيها يعني اللي بيعيش يا ما يشوف فكل سنة بتعدي بتخلينا نشوف حاجة تاني بس عارف المختلف ايه انه كل سنة بتشوف الحاجة بمنظور مختلف يعني مثلا نفس الحاجة بس كل ما انت بتكبر كل ما بتشوفها بطريقة زي ما ان كنت شوفها اني حاجة كبيرة قوي بعدين بشوفها اقل بعدين بشوفها اقل بعدين اللي هو بقيت حاجة عادي فالحاجة اللي انا شايفه هي هي بس احنا اللي بنتغير فتفكيرنا او نظرتنا للحاجة بتتغير بس الحمد لله يعني حتحتفل بيراس سنة حتعمل شي سدان يا روني كنت بحاول اسافر بس مش هتسافر ما اعتقدش بس هنشوف انا قاعدة هنا حالة برد ايه بالزاعة وبالشتي شغل فيروز نشرب حاجة سخنة لا ببشر باش اصلا بس يمكن ونقعد بان نتفرج على المطرة ننزل تحت اللحفن الكلفة ايه مش غلط دف حارة مش غلط وانت رايس انا شو هعمل ايه اه تعمل ايه الدنيا ماشية ازاي الدنيا ماشية تمام حال عايشين حعمل ايه بنيو ييرز ايب نحنا كل سنة بصراحة بنقعد يعني انا ومرتي وهالسنة مع بيتر يعني سنة الماضي كمان مع بيتر بس كنا ما احتفلنا بس هالسنة انا ومرتي بيتر ويوزولي كنا قبل بيتر بيجوا حماتي وخالة لألزا ونقعد مع بعضنا يعني in the house ويأت دينر ويبري ويتخلص بس نادي باباك المنطق موجودين فيحتفلوا معك ولا they might leave ايه مامنا عارف اذا اني حيبقوا ولا لا بس اذا حيبقوا حنحتفل كلنا مع بعض بس اذا بقيوا so I have to rent a bigger place ليه for the week اه وانت تقضوا مع بعض يعني ايه يعني مثلا انا عم فكر انه اذا هن بقيوا بدي اخد بفرية in the snow اه فهمت ناخد كل مع بعض ايه ايه اشالي وكلنا مع بعض نعمل الاحتفال هناك ساعة لا بتعتلهم لا تنظيف ما تنظيف والاخر صح 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 وتغيير جوا so it's one of the two I don't know بس اذا انت معندك شي ساعت اهل نيجي ايه بس ادوش شوي ايه او بتيع حاجة عائلية فهموا دوشة شو ايه خلصي بك من الدوشة بتبقى حاجة عائلية and يعني الناس اللي في العائلة هي الموجودة لكن واحد يا ايه ده مين ده صحبي ايه 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 يعني اتفكرك انه هن ما بيعرفوك يعني ايه بيعرفوني بس انا مش من العيلة مين الله انا خلص سرد بارت من العيلة ايه سلام شو يا صف صف ولو ايه حاجات كبيرة كده خلص هلا بانه عليك عطب يعني ما عم بتقضي وقت كتير مع بيتر بس انه عايز صدقني بس اه يو شد ايه يعني اه عاش حاضر مع ما انت بتخلص شغلك متأخر فبتروح البيت يا خيطة ايه حاجاتها جمعة سبت احد دي اكتر ايام انا فيها انا خميس جمعة سبت احد ما عندك شيط الحد صح اه ما هو بقى انا بجيه عند الحد ولا بيتر ولا ميتر ولا حياة لا حدا البيتر بس لأ ممكن محد يجي نلعب مع بيتر خم قضي وقت حاضر مش ضروري مع بيتر يعني هتجيب كمبيوتر هلا السنة الجديدة ولا ما حتجيب المفروض اه لأ مش كمبيوتر للشغل اه شيل الجيمينج اه مش قلنا بدك تجيب انت شي نلعب ايوه بتازي اجيب بالستيشن صح انا كنت معتمد انت اللي هجيب انا اجيب شو بالستيشن مان انا عندي كمبيوتر انا بده فيه عندي جيمينج كمبيوتر انت ام عندك دراعين لا هنلعب ازاي اجيب انا دراعي يعني يأ اذا انت عندك كمبيوتر اذا بتجيب الكمبيوتر فينا نلعب فيه مع بعض يا بتيجي لعندي مثلا منلعب بزيت الاوضة من حت التو كمبيوتر ومنلعب اجيب الكمبيوتر معايا ما هو لابتوب جيب جيمينج لابتوب اه خي انا عندي جيمينج لابتوب انا بجيب الجيمينج لابتوب طبعا اه اه تقريبا مع شخصize ratio بلايستيشن اه لذا انت يجيد بسبل فيه هو لست مجايش ا Breed ايه انت قلت لناس با است 해야 dias اوك هي دا لابتوب تقول لهم خلاص ما تجيبوه تجيب كمبيوتر جايمين بس تيوزت لأنه فورد ويرك وتحطوه بالهيدا ما بيزبع بس أنا أنا بحاول اشتراحها لشانا سافر في الصمر فممكن شفتك بالسفر ما بتقع تلعب بالفيديو جايمين لا السفر دوت اللي أنا شايفه حاجة من ضمن الحاجات المهمة جدا علشان يعني كل ما بتروح أماكن كتيرة وكل ما دمغك بتفتح بتعرف أكتر ايه أنا معك بهيدا الشي السفر مكلف كمان هو مكلف بس الأصعب من التكلفة الفيزا ايه أنت فوريو خليها بالقلب تجرح ولا تطلع برد وتفتح فهي ديت أصعب مرحلة مرحلة أن أنت تاخد فيزا تروح مكان معين انزل على الأردن أنا روحت بس أنت ما شفت شيء بالأردن لما انزلت أنت ريحت بقيت بالأوتال يعني لفت شوية ما لفتش كتير في الشارع ومش كتير بس أنزل على أردن وروح يعني أنزل على أردن وأنا بنتحك تنزل مثلا جمعتين ثلاثة يعني وروح أشوف إذا بدك تروح تشوف مناطق صيحية أردن بجمعة بتكون مخلصة كلها بس إذا بدك تشوف تعيشة تشوف الشعب وتشوف الأوضاع والله هيدا ممكن نفكر خلي صاصة بحصرته ترتيالي كان مجالة ترجمك بأليموتش قضى مستر صاصة يا مساهد الأحوال فيش أسئلة جديدة للسنة الجديدة؟ عالسنة الجديدة حالو ماشي دي الإجابة يعني؟ السؤال السنة الجديدة يا معلم روني بيقول كل قاتي إيه الحاجة اللي أنت كاره إنك تخسرها مش عايز تخسرها ما أعرف إذا مكتوبة عنها شيء ما يستطيع أن تخسرها شيء ما يستطيع أن تخسرها أنا أعرف اللي جديد ما بيتس بطبع بيتر ألزا بي ام دابليو نحكي على بي ام دوري أنا مايكار هم سالين بس إيه اللي جيت أنظر بي يجيب واحد غيرها إيه بس إنه طيب فضل بيجي البتري بس إنه something I would really hate to lose something ولا someone ببعا أنت قريتلي السؤال مش أنا قريتو حاجة something اه شيء بكره إنه أنا أخسره اه حاجة ماشي ما أنا عارف أخش أنا موبايل عشان موبايل في كل حاجة أنا بحتاجها في الشوق يعني ده لو ضع كل اللي أنا عملته راح فهبدأ من جديد notes sermons يعني لو مثلا إيه بس إذا جيب التليفون جديد it's fine أصدق بس if you lost آه أنا ممكن أغيره بس أحول كل الحاجات اللي فيها ليه لكن لو ضع ده روحت في ده الحياة مش هتقف بس you can back it up على الكمبيوتر إزاي ما أنت عندك الكمبيوتر اللي بدك تجيبه هو ماك أيوة so you can airdrop everything على الكمبيوتر بصيروا هن زيتهم عندك آآ آآ علشان لو راح هيكون الحاجات موجودة آآ ممكن أعملها في الكمبيوتر الجديد صح مظبوط حلوة فكرة حلوة بس هو كل شغلك على التليفون صح كان كله الأول ورق يعني كنت بكتب بس بعدين لما بسافر في حتة لازم أخد كل الأوراق فقلت ليه خلاص آمن عن بايه صراحة أنا ما بعرف يعني بيمكن أنا بقول السيارات لأنا بحب السيارات يعني بس مش إنه يعني أول سيارة كنت كرها إنه ما بدي بيع وما بدي يخسر بس ما بيع التويش في السيارة تاني صار أوكي بيع بجيب الأحسن ايه اللي نكنم الدلع بتاع بيتر؟ انت بتقول له ايه؟ بيتر بقل له بيتس آآ بط بط آآ.. باتوشكا بقى ايه؟ باتوشكا مم و بطاتيس و بوتيتوز ايه الفرقة بين الاثنين؟ بطاتيس و بوتيتوز بطاتيس و بوتيتوز بطاتيس يا رماني بوتتوز بيه ألزة بتكلم أرماني؟ آآ 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 بتحكي ارماني تركي، عربي وإنجليش وشوية فرانش طب بتعلم بيتر عن حاجة منهم؟ بيتر هلأ سأسر بيفهم أرماني وإنجليش أكتر من العربي لأنه أنا الوحيد يعني كدا منحكي معه عربي بس آآ 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 أكتر شي بيحكوا معه بالرمينيان و ألزة بتحكي معه يعني عرمينيان إنجليش وأنا بحكي معه عربي وإنجليش بس الأكتر شيء منحكي إنجليش يعني مسلا هذه كتنهار صارت شغلة حماتي حكيت معه بالإنجليش لبيتر فهو تطلع علي أنه أنه أنا معوض عليك ما بتحكي معه هل مغال أنت كيف؟ صح 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 عرفت كيف صح انا إذا كانت لديك أي عدوة لكي سبيلتك أولو ده إذا فيك تختار حدا مشهور يكون او صديقك المقرب مين بتختار انت لجول انا تعرف ان انا في كذا حلم احلم ان هم فعلا قريبين مني وانا بكلمهم بس هو كذا واحد من مجال الكورة هقول رونالدينو من مجال الفن هقول احمد عز اه شاطر احمد عز اه كريزمة يعني برينس من مجال الموسيقى تامر حسن مش عساس بطلت يا ابني بطلت اكون قوي بس هو لسه برضو برينس هو حلو بس مش زال هو حلو بس انا زي ما قلتلك كل ما السنة بتعدي وكل ما انت بسطك في حاجة معنا بتختلف فانا هو زي ما بالنسبة لي كان دبست اه دلوقتي هو كويس بس اللهم عادي بس ايستيل يعني لسه هو حاجة حلوة موس اوكي ومن مجال سوري من مجال السوسة تي دي جيكس تي دي جيكس اه اسمه توماس مش عارف دي ايه جيكس بتعرفوش ده رجل كاتب كتب مؤلف افلام اه يعني انا بالنسبالي ده بست اه احسن واحد بيتكلم قدام الناس ولما بيوصف حاجة بيوصفها فعلا بطريقة يخليك انت تعيش فيها وهي اه عرفته عرفته من الصورة اه تخين اي ايه هو بصراحة في اللهوت عميق جدا وانا بحب الناس اللهوتية عميقة فبحب اسمع له صراح شاطر ايه اسمع له جدا انا ما عندي مجاليات كدير مثلك اه بس اذا كان اكتر لنقول ممثل ايود دفينتلي ساي راين رانالز مين دبقى ما بتعرف راين راينالز نا مان بتحضر انجليش موفيز على قدي قدي على قدى كنا بتحضر دادبول نا مش حضر دادبول مين هو بادة جيزيز خيز ومن مجال الكارز اه اريد ان اتحضر جيمس دين هو من المجال اه دريفتر خيز حلو كنت بده كان بلوك بس كان بلوك بس كان بلوك باكسدنت اه عرفته مش حاضر دادبول انا شفت فيلمي ليه ما عرفش اسمه ايه او فيلمين بس اه شفكر اسمه ايه كان هو مع الروك ايه و جل جدوت بين بس بالحرس هيدا الجديد هيدا الفيلم ايخ الفيلم لا 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 في فيلم زمان شوي هو و The Rock which movie is that him Red Notice yeah him and Gal Gadot but it's like 2020 2021 2021 that pool we can lay red suit to black things here to swords he's it's a like you cannot forget that pool it's لأنه هو يعني أنت حتقعد حتغيب من الضحك it's funny it's very funny it's a bad superhero movies أنا بحب بصراحة ممثل Denzel Denzel Washington my favorite عظيم هو هيدقول لي ناس Denzel Washington Robert De Niro كل كل هولي من أنت بتقول يعني مثل عم بيقول هلأ قعد الإمام بإيجب or even the old ones بس إذا بتحكي أنت Ryan Reynolds أو Kevin Hart Dave Chappelle سيما في Dave Chappelle لو صورته أشوفه أعرفه برو we need to sit together and watch movies together يا أصاصة so that you يلا بينا الرمضان قاي نتفرج على مسلسلات تعرف أنه أنا صار لي زمان ما حضرت أي مسلسلات رمضانية كنت تشوف غافر لهم دي ما شفتش غافر يا جماعة ما قلينا اخر شي احضرته يمكن كان باب الحارة ثلاثة يمكن باب ايه باب الحارة ثلاثة مين اللي صوره It's a Syrian series وحضرت ديقة شويش اسموه بلشت احضر بالأسطورة كمان وبعدين وقفت نا كله زعي بس لو هنكرن الأسطورة و جعفر جعفر هنخد ده كان الناس بتنزل القهوة وتفرج عليه مخصوص ما بعرف جعفر ميمي مسلوه هو كمان محمد رمضان بس بقى المسلسل المسلسل بقى اللي هو الاختيار ده كان أحمد عزو وكان اللي عمل فيلم بعالي ده اسموه ايه قلي عرفته عبدالكريم ايه كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز ايه كان فيه وكان بين أحمد الساقة معاهم ملا كان فيه اساطير ما بعرف هيدا ما بعرف الاختيار شفت حاجاته بفرج عليه مفرجش عليه بس أنا بعرف الاكترز بعدك اللي عم تسميهم انا عرفته بس مش عارف اسمه انت معرفتوش لحتى انا فرجيتك السورة ايو ايو عينوannya انا عارفه هيو بس اسمه اولك بيعملوهم مسلسلات على newborn terms زي يعني مسلسل مثلا كيف في رمضان بيعملوا مسلسلات رمضانية اوه لانا بيعملوا مسلسلات خاصة بال مين اللي هيعمله انا عارف حيا الله حقا منهم اللي بيعملو ل35 بيعملوا عشان موسم ده موسم بتاعهم من يعطي موسم تابع الكل؟ لا lég وقلي ليه باييجيبت مش الكل بيحتفل؟ هو بيبقى موسم اه ويبقى فيه شجر ويبقى فيه بقى ايه وبتاع بس مش مش زي لبنان مش زي الغرب بس مثلا باوردن كمان زيت الشي بس انه الكل بيحتفل شو ما كيرا يدخل فيه تاك تحتفل يعني التركيز ما بيبقاش عليها قوي بس بيبقى فيه حاجة يعني اللي هو مش ما فيش حاجة فيه بس اللي هو تراتيش كده طيب عملت تعرف شو بما انك انت مش حاضر هاي دولة شو رأيك نعمل انا وياك نيوييرز رزولوشن انه نحضر هاي دول الموفيز بس دول هياخدوا معناه يوم واحد يعني ليه يوم واحد انا كل يوم بدي احضرهم كل يوم كل جماعة بتحضرلك موفي كل جماعة بتحضرلك وان موفي حل بس اللي هو على فترة صغيرة احنا اخو كل السنة هلا معا ما فيه مشكلة يعني وكان دوت انه حسب الافيلابلتي تتبعوه لنا يعني كمان هو بصراحة قروني انا مش من نوع الافلام بالنسبة لي حاجة ولا انا يبقى ايه يبقى نحط بلان لحاجة تفيدنا ده مش هيفيدنا بحاجة بلان لحاجة تفيده مش رشو روح الجيم قلتلك ايه عمل هيديك لنهارة انا مش هروح في الاخر بس انا اقول لك بلان زي كده يعني اذا مش هتروح لبقى تحطها حاجة زي كده اجزامبل خلاص سيبك من الجيم نحط بلان تانية بلان لسا انا حاجة حلوة لصحتنا ما نشربش سودا نشرب لذيذة ايه هيت it ايه هيت it انا انا احاول اقلسة من السودا مش هلوة العضن سكر حاجة مش بتجرب اذا بتجرب ضايت ما فيها سكر فيها فيها اسبرتوام لا ما هو هيدا السكر تبع المرض الشكري it's not sugar it's fake fake sweetener طب بمناسبة ان انت بتسألني عن احنا عن resolution اه ايه اللي انت شايفه worth it يعني ايه الحاجة كالسن اللي انت وصلت لي والحاجات اللي انت جربتها وطبعا كل سنة كنت ممكن بس تقول انا هعمل السنة دي كذا كذا بالذات لما كنا طلبة انا السنة دي هخصص وقت المذاكرة اكتر السنة دي هقل الوقت مش عارف من ايه السنة دي كذا كذا فبالسن اللي انت فيه ده مش مش لازم نقول على الشغل بس كجنرال مثلا شبعة مرزالوشن يعني اه لا النصيحة ايه اللي فعلا يا جماعة لو احنا عملناه هيغيرك كتير في جنرال حياتنا مش في اختصاص واحد يعني مش اختصاص مثلا صحة مش اختصاص مثلا الحياة هل اصلا ديت حاجة يعني ايجابية ولا بنقولها في الاخر ما بنقولهاش نيويز رزولوشن ايه اي بالعربي عشان الناس تفهمه اه تعرف ما بعرف شو هي بالعربي بس لستة للحاجات اللي انت عايز تعملها السنة دي ايه اصص بدك تعملها هالسنة اصص دك تشتغل لتعملها هالسنة اه هلا هي ممكن تكون مفيدة حسب شو بتختار يعني انت وشو مفيد لقيني بيختلف عن يكون شو مفيد لقلك اعرفت كيف يعني مثلا انا انا اذا بقول انه اه بدي ما بعرف لنقول بدي بدي ادرس اربع كتب خاص بي ما بعرف نقول بي بالسيارات لنقول لان انا بحب السيارات مثلا فانت لقلك هيدا الشي ما حيكون مفيد بس لقليل حيكون مفيد عم تفهم شو قصدي او فحسب شو هي بس ان جانرال هي بتكون مفيدة يعني انت بتحاول تعمل هيدول الاصص اه لحتى انت تتحسن من حالك اعرفت كيف مثلا فيه ناس بتقول انه انا بدي روح بدي عمل دايت او بدي روح على الجيم او بدي اقرأ كتاب كل جمعة مثلا بدي اقرأ الانجيل مثلا اكتر بدي قضي وقت مع عائلتي بدي اعمل هي بدي اعمل هي فهو حسب شو اللي بدك تعمله بس بالاغلب نوعية بيكون مفيد ولا مرة شفت حد ان حطت النيويهرز ريزولوشن وقال بدي نطن السطح ايو ايو اعرفت كيف انا شايف ان اهم حاجة اصلا من انت تحط حاجات انت عايز تنجزها في السنة ان انت تحط دي اول حاجة ان انت تحط اهمية اه في لستة قدامك انا ايه المهم انا بدرس دلوقتي فاهم حاجة عندي الدراسة انا دلوقتي بشتغل فاهم حاجة عندي الشغل انا دلوقتي راجل انه اسفر في مكان فاهم حاجة عندي ان انا اشوف اسفر ازاي هعمل ايه حد يساعدني لا حدش ساعدني معا في لول فعلى حسب كل واحد فين وفي ايه وبيعمل ايه زي ما انت قلتم مش لازم كله يمشي مع كل الناس بس اللي همشي مع كل الناس ان كل واحد يحط الاهميات بتاعته في حياته ايه عندي نمبر وان وبعدين ايه اللي انا مفروض وقت اغلبية وقت يكون فيه ايه الحاجة التانية علشان دلوقتي هتساعد كل واحد ان تعرف فعلا الوقت اللي انا بقضيف الحاجة دي زيادة ولا طبيعي ولا قليل ومفروض قدي وقتها اذا كانت الحاجة دي هتساعدك في الدراسة في الشغل في فعلتك وبهالطريقة اصلا بتخليك انت تكون مور ارجنايز اصلا صح مية بالمية انا 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 يعني كنت مثلا ايه اه ببقى اعرف انا بكرة عندي كزا بعد وعندي كزا بعدين ابتديت اه كان لقيت عندي كشكول فاضي كشكول يعني دفتر اه 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 مش بعمل في حاجة ما احطوط فانا قلت طب ما اعمل رحت جبته بقيت بكتب عليك مثلا يوم الحد بعد افكر في ايه اللي عندي الاسبوع ده مفهوض اعمله ايه اللي خلصه تعمل اجاندا يعني اه فاروح اكتب يوم مش لازم يوم الاتنين بس بكتب انا مفهوض اروح للرجل فلاني المفهوض ادفع الحاجة الفنية مفهوض اخد ده من هنا اروح المكتب اعمل كزا فبحط كله كله ورا بعده وبعدين بنظم بقى انا ديت وانا الاسبوع لما بيخلص بلاقي كله نعمل عليهم صح اللي هو اه وعارف اعمل كله شي بدي اعمل اه فان انا نظم ايه المهم وايه اللي اهم اقل وايه الممكن اهم من حاجة ديت انا شايفها اهم حاجة الواحد يعملها في اول السنة علشان يعرف ايه فعلا اللي ليه واللي عليه حسنا ليه كل واحد عنده ستايل مثلا انت هايدي الالتر انت تحطي الاجاندا انا ما فيني اعملها انا ببلش فيه يوم يومين ثلاثة بعدين خلاص بصير انا بعملاش كله اسبوع بنسا بس لما يكون عنده حاجة كتير اه ايه ايه لما يكون عنده حاجات كتير خلاص انا اي ارجنايز من مي مين اه واي ستارت اه اشتغل فيه انا اي تراي انه انا احطه انت ما انسى شي اه هلأ يعني بالشغل صرت عندي دفتر و بحط عليه انه انا شو اه بس بحطه كلهم من نمبر ون نمبر 10 مسلا نمبر 10 ما بحطه انه اه هيدي قبل وهيدي قبل وهيدي هيدا الانهار وهيدي هيدا الانهار وما بعرف شو ايه لانه خلاص التاسك شوين التاسك اللي عندي بعملون وخلصت هاي هي على حسب جدول كل واحد اي حسب كيف شغلك حسب انت كيف والستايل طب أولا بس it's a good thing و regarding new year's resolution هل بتعتقد انت لازم هيدا الشي انه نحنا كل سينة لازم نحط resolution انه انا بدي اقرأ الانجيل مثلا هي دي المفروض من ضمن الاولويات كل واحد ايه يعني لو واحد حط الاولويات وما حطش ديت ف فيك وصش المؤمن اه اوكي وبالذات الحالة اللي فاتت احنا تكلمنا عن اهمية الاحتفال اللي احنا بنحتفله والمسم اللي احنا فيه فلو من ضمن جدولك او يعني كل جدولك مفهوش ده فانت كده في مرحلة مش صح فان انا مثلا احط على فكرة في كتب مكدسة معينة انك تخلصها في 365 يوم في ممكن فده مهم جدا للشخص اللي هو طب ما الانجيل قدامي بس بازهق طب ممكن يوم بحس ان انا عايز اقرأ ويوم تاني بحس لأ لما مثلا بعد التكوين بعد خروج بلاقي لويين زهق شوية وبعدين تسنية وعدد فكل واحد ممكن لما بيقرأ بيوصل لمرحلة اللي هو بس لو احنا مشينا على حسب خطة معينة زي مثلا ان انت تتخلص الانجيل في سنة انا شايفها ديت practical اكتر ان انت فعلا تبقى ماشي منظم مش يوم على حسب هواك ويوم مش على حسب ف دي من اهم الحاجات اصلا ان انا لازم على اكتب الله تكون more serious جد اكتر ساعات بقع ساعات بعمل حاجات غلط ساعات بنام روحيا بس انا في اول السنة لازم اخد عهد اتعهد مع الله ان انا يا رب السنة دي عايز اكون جد معاك علاقتي معاك تكون جد كلامي اللي انا بقوله اللي انا بعمله اللي انا بفكر فيه انا عايز ابقى جد معاك وعايزك انت فعلا تبقى موجود في حياتي عشان ما فيش حاجة اهم منك الحاجة دي لازم تكون موجودة في كل واحد في تفكير كل واحد السنة الجديدة مش بس سنة الجديدة كل يوم ايه هلا لك هلا انا ما بعمله honestly مش ما بعمله مش كرميل انه انا ايضا وانتو دوتي ما بعمله لان انه انا بشوف انه انا ما في داعي كل سنة اعمل ذات الشي انه ارجع اقول انه انا انه انا هالسنة بدي كون جد معاك لانه انا اخدت هيدا الريزولوشن من سنين وبعدني ماشي فيه فيما تشو قصدي اه بس دي عت مش مش اللي هو مرة وخلاص هي كل يوم اساسا ايه انه انا انا فاهم اصدقك انه انا ما ارجع عن كلام ارجع عن قراري وظلي ماشي فيه انه انا جدي وكل يوم ماشي جدي بس انا اللي اصدي هل انا يعني انا بحس انه لما بقول بدي كون جدي مع الله هالسنة انا بحس كانه واحد بعده جديد بالايمان وعم يعني انه بياخد هيدا الارار which is كتير مني بس هلأ انا كشخص متلي لنقول انه انا قراري بالايمان وقراري قريب من الله وكل شي ممكن بعملها طريقتين انه تكون تجديد عهود ايوه انا هيدا اصدقى ايو 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 اوكي ودية على فكرة لازم الناس تعرفها احنا مع الله مش يعني مش مرة هنقول حاجة وبعدين خلاص انا يعني مثلا يوم ما سلمت حياتي للمسيح ويوم ما اتغيرت ويوم ما ربنا عمل معاي معجزة يوم ما اتعمت ومن ساعتها وانا تمام لا هي دية هي دية كل يوم انا كل يوم بسحى الصبح وبسلم اساسا حياتي لله انا كل يوم بسحى الصبح وبقول يا رب انت اللي تكدني النهاردة كل يوم بسحى الصبح وبقول يا رب انت تكلم على سانة النهاردة كل يوم بسحى الصبح وبقول يا رب انت يعني هي مش مش مرة والمرة دي بقعد عليا اسبوع اسبوعين بعدين برجع مرة بقعد لا هي كل يوم زي ما احنا لازم ناكل كل يوم زي ما بنشرب كل يوم زي ما تتنفس كل يوم زي ما قلبك بيدق كل ثانية فدية لازم تبقى كل يوم لو مش كل يوم هتموت لو قلبك ما دقش كل يوم هيموت لو ما كلتش كل يوم بعد فترة هتموت فعلاقتي مع الله مش بنحسبها بالموسم بالاسبوع بالشهر علاقتي مع الله بنحسبها كل يوم انا كل يوم لازم اقول يا رب انت النهاردة كدني مش بالسنة ولا بالموسم طيب وشو رأيك شو المفروض الواحد يعمله كاحتفال رأس السنة بتاعتك سنة جديدة عصدك انا ايه رأس السنة اللي هو المهراس السنة اللي هو ديسمبر ثيرتي وان جانيو ريون هي هايذا الاحتفال اللي كل الناس راح بتحتفل واحد يحتفله ازاي ايه شو المفروض يعمل كيف المفروض واحد يحتفل مفروض انا اروح اصهار اروح على حفلات واخبار ايه المشكلة في الصهر ايه المشكلة في الصهر بدك ايه انا لك انا ما بحب الصهر يعني مش لانه انا يعني أول شي الناس كلها بتلاقيها بتضخن فأنا ما بتحمل الريحة ثاني شي موسيقى كتير عارية فبتكون كتير يعني أنا الطريقة اللي بنبسط فيها بحب الرواء بحب العرفت كيف بس بالنسبة للصهر فيه كتير ضجة يعني وفي كتير عالم مثلا فيه مشروب فيه ناس بتشربوا هيك وأنا ما بحب يعني هيدا مش جوي وأنا ما بحب وأسطا يعني نجيل بلا فيه مجلس السكرين لا تجلس مستهزئين مستهزئين أو السكرين كم بي ما هون مستهزئين ممكن يكون سكران ممكن يكون بيتكلم عن الناس ممكن نخدها لمرحلة تانية أعمق شوي لو أنا مع الله علاقتي اللي هو عادي زي ما يقولوا مثلا صفا مش صفا مش قوي ولا قوي ما يعني طيب خلينا اسألك انت تلات أشخاص شخص بعيد قوي عن الله في رأس السنة يحتفل ازاي شخص بعيد عن الله هيحتفل ازاي رأس اللي بدروح يحتفل ويصهر ويسكر ويعمل لو عايزه شخص مش بعيد قوي ومش قريب قوي بينجر مع اللي على حسب اللي هيوديه حالو شخص يمكن يعمل اتنين يعني حالو شخص قريب جدا من الله حالو انا اللي بعمله ان احنا منوقعود متل ما قلتلك على الكرسمس منقعد منقر شيء بني الانجل منحكي فيه ومنصلي ومنبارك السن ومشكر الله على السنة الاقديمة يلي قطعت ومنطلب منه انو يباركناوا بالسنى العجديدة طواب الفرق ما بين التلاته اللي كمان مكتوب في الانجل لما المسيح كان بيقول مثل واحد كان بيرمي حبوب اللي وقع في الشوك اللي وقع على الحجر اللي وقع على الأرض الجيدة هل الفرق كان في الليتراما ولا الفرق كان في الأرض فالمشكلة مش في البذور المشكلة في الصويل في الأرض هل الأرض قبل أنها تاخد البذرة وتجبر جواها في الفرق والطينا بتساعد مع الشمس مع المية فبتطلع صمر ولا البذرة بتتريمي والبذرة هي بذرة مفيدة والبذرة صالحة والبذرة ما فاش أي مشكلة بس البذرة ما كابرتش فالمشكلة فين مشكلة مش في البذرة فالثلاث أشخاص المشكلة مش أقولها لك إزاي يعني المشكلة مش في الله أو في العالم اللي حواليهم المشكلة فيهم هم اللي بيتعاملوا إزاي مع الموقف اللي هم فيه اللي هو منقول مثلا الاحتفال إذا الشخص اللي بعيد عن الله بيحتفل بالطريقة دي علشان هو الله بالنسباله عادي الله هو الله إلهي وبتاعه بس عادي أنا بحتفل كذا بحتفل كذا الشخص اللي يعني شوية وشوية زي ما أنت قلت على حسب لو معاه ناس قريبين من الله هيخدوه هو هيلاقي نفس الوحد وخلاص هروح معهم كنيسة مثلا هروح معهم كذا شخص قريب جدا لا أنا حتى لو فيه ناس قالوا لي تعالى المكان ده هقولهم لا أنا مش عايز أروح علشان المكان ده مش بيماجد الله المكان ده فيه ناس مستهزئين هناك المكان ده فيه ناس سكيرة هناك المكان ده فيه دخان فيه شرب فيه دوشة أنا مش شايف أنا مش شايف إن المكان ده هيساعدني في سلامي مع الله فلا مش هروح الفرق بقى ما بين رد فعل التلاتة هو أنا شايف الله ازاي إذا أنت يروني شايف إن الله هو كل حاجة في حياتك هو أهم حاجة في حياتك وأنا مش عايز أعمل أي حاجة تزعله فلا أنا مش هعمل أي حاجة تزعله يعني أنا الصهرة دي هي اللي هتزود عمري الصهرة دي هي اللي هتخليني طب هي الصهرة دي هي اللي هتغني لأ الصهرة دي عدت ساعة ساعتين ثلاثة وخلاص لكمان هتخسرني فلوس صحتي وما تعرفش إلا يحصل كمان إذا بتفكر فيه يعني هو شو أنت شو بتعمل أصلا يعني إذا تروح على الصهرة بدك تروح تقعد تسمع على غاني تشرب ترقص تأكل وتشرب وترقص مظبوط أوكي طب ما عود ببيتك مع عائلتك مع الناس اللي بتحبهم أنت مدرد تكون عائلتك فيك تنادي رفقيتك صح وتجيب أكل وتأكل وتبقى حاجة نظيفة ايه وتأكل وأكل من رستورانت أنت عارفه مثلا أو إذا بدك أنت تطبخ كمان فيك ودرق شيء ما ضرر يكون ألكول يعني صح بس تدرق شراب شيء يكون منيح لإلك لأنه نحن قلنا من قبل أنه أنه شو فيد إذا أنت بدك تقولي أنا بشرب المشروب لأنه بيجيب لي الفرح أنه شو فيدت هيدا الفرح لأنه هيدا الفرح ما أنه أنت ما عم يعطيك فرح داخلي ما عم يعطيك فرح دائم ما عم يعطيك المموري ما بتتذكر أنت المموري يعني أصلا المموري تبقولك أنه أنا بتذكر هيدا النهار بتذكر أنه شو عملت شو عارفت كيف ما بتذكر ما بتحس بطعمة الجمعة يعني لنقول بس لما أنت بتقعد بتشرب شيء نورمال يعني ما يكون ما يكون ألكول جوس أو ما بعرف شو صودا وتأكلوا شيء وتعدوا جمعة مع بعض يمكن تجيبوا بورد جيمز تلعبوا ما بعرف عرفت بس تعمل هي دا الشيء بتتذكر كل لحظة بلحظتها وأكثر بتنبسط بالجمعة عرفت كيف بس لما أنت بتروعها بتصهر قاعد ما أول شيء ضجق ووجع راس وبالبيت فيك تحط ميوزيك وزي حبيت ترقص رقص عرفت كيف الرقص مش غلط المسيح كان بيرقص مع تلميزه في فرح لما في فرس كان الجنيل يعني هو موضوع مش حرام بس في رقص عن رقص يفرق في رقص كلين رقص عادي اللي هو شباب مع شباب ممكن يعني مش رقص بيخلي الواحد يشتت بفكاره يا السلام ياخده البعيد ياخده الحتة أنه هو يفكر في حاجة تاني أنه احنا مثلا نقول أنت هفوض تعمل إيه هو احنا مش هنقولك تعمل إيه مش هنقولك إيه المفروض يتعامل على حسب أنت شايف وعلاقتك مع الله إيه هي دي اللي هتفرق أنت هتعمل إيه ده اللي أنا شايفه يعني محدش مثلا يقدر يقولك اعمل كذا ما تعملش كذا آه ممكن حد ينصحك يقولك ده أحسن ده مش أحسن بس لو أنت في علاقتك مع الله جد وأنت شايف الله هو اللي فعلا كل حاجة في حياتك وأهم حاجة في حياتك فأنت اللي هتعمله مش هيبقى بيزعل الله لأنه أنت الله خايف على زعله يعني ما بعرف أنا لأنه يمكن الستايل تبعولي هو هيك أنه الرواء أنا ما بحب الضج كتير أيو مع أنه أنا بسيارتي أنا وهيدا ما بعرف إذا أنت بطلعت أنا بكون مع الله الصوت بالسيارة أنا عم بسوق ما عندي مشكلة بس بحب مثلا بهيك بس كون يعني بحب انبسط بالقعدة بحب انبسط باللمة يعني إيه لما كنت بأردن كنا بنروح بنقعد وعمامي وهيدا ونقعد شي ستين سبعين واحد لكن قاعدين وعم ناكل وعم نلعب ورا ومنلعب سوري منلعب تشاس منلعب طاولة ويعني بتنبسط يعني يعرفت كيف إنو بحب تنبسط يعني بس لا أعتقد أن تنبسط بحب تنبسط بحب تنبسط وإزعاج وهيدا والدخان وهيدا كب عليك شي وهيدا ما كب عليك شي هو هو مساعد فيه من الناس اللي هي بتشرب كتير وبصير ذي يفامل ايه بتصير أو بتصير إنت وإنت عم ترقص دقرته أو دقرته وخدلك على مشكل الأتموسفير مش أنا ما بحب هيدا أنا ما يعني أنا مش طبعي هيدا أعرفت كيف كمان أنا يعني أنا ما بحكم عليك بس أنا بعطيك شو اللي أنا شفته أفضل شو اللي أنا شفته منيح وشو اللي أنا عم بنبسط فيه وشو اللي أنا بحس إنه هو هيكون أحسن لإلك يعني شو أفضل إنه أنت تقضي وقت مع عائلتك يعني تشكر الله يعني أنت أصلا أول شي لازم تشكر الله عليه هو عائلتك أو الناس اللي حوليك وعفكرة الناس اللي بتقبل تجي معك وتقعد بهيدا الست يعني بالبيت وهيك يكونوا عائلين هيدولي هن العالم يلي أنت بتشوف إنه عن جد أنا هيدولي الأشخاص اللي بديهم يكونوا أحوالي حياتي حياتي طب إيه رأيك أمروني لو أنا مثلا دلوقتي شخص قلت لك أنا السنين اللي فاتت كنت عايشة على مزاجي كنتش قريب قوي وكنت مستني السنة الجديدة علشان أخد قرار إن أنا أكون مع الله هل الله أنا مش عارف لي قلت هل بسطة عائل هل الله خلاص هينسى اللي فات وهنبدأ صفحة جديدة ولا في حاجات ممكن أعملها الأول علشان الله يقبلني حاجات تعملها بالأول علشان الله يقبلني بدك تعبي استمارة حلو تكتبه وبدك تبعته على خمس كنايس تمام وبدك تجيب منه من كل خمس كنايس حلو بعدين تاخده على البلدية يوسقوا طبعا يوسقوا وبيختموا بعدين تاخده على السفارة توسقه على خارجية وهي دا وتبعته على الفاتيكان وبعدين بتجيب الموافق من الفاتيكان بتوديه على ما بعرفه الاستمارة بقى أجبها منين أنا شو هم بتقول في شي تا أنت اللحظة اللي بتقرر فيها أنه بدي يكون مع الله ومن قلبك الابليكيشن تبعولك got approved يعني in قبل already يعني ما في شي وشو فيك تعمل يعني فيه أي بتقلك ها أنا واقف على الباب وأقرع أنه أنا أنا وقف أنا يعني إذا بتقراها بتشوف لما الله بيقلك أنه أنا وقف على باب بيتك أو على بابك باب قلبك وعم دق ونطرك تفتح لي الباب أنه أنه أنت تخيل بس تفتحه البيب شو بده يعمل بده يرقد عليك ويعبطك فما في شي لازم تعمله عارفت of course لازم تتوب عن الأشياء أو خطياك أو الأشياء اللي مش منيحة وما ترعود تعملها أو تحاول قد ما فيك تنقول أنه ما تعد تعملها بدك تقضي وقت أكتر بالإنجيل لحتى أنت تنمي هذه العلاقة وحتى تفهم الله شو بده منك وبما أنه سنة جديدة ما بعرف أنت لين نطرت أصلا للسنة الجديدة بما أنه صارت سنة جديدة يعني فيه آية بتقول الأمور العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا فيك تمشي بفئة وهون كل شي صار جديد تمشي مع الله أنت بتعتقد فيه شي لازم ينعمل هو قالي أنت صح مصبوط والآية اللي قالها بولس أنسى ما هو وراء هو أمتد إلى مواقق دام هو أصلا السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى التوبة فالوقت اللي أنت بتكرر فيه الوقت اللي أنت بتكرر فيه أن أنت خلاص أن أنا عايز علاقة جد مع الله وعايز أبدأ صفحة جديدة مع الله وعايز السنة دي فعلا تكون بداية مش السنة دي بس هي السنة دي تكون بداية أننا علاقتي مع الله تبقى أعمق وأن أنا أحط الله المحور في حياتي هو المركز اللي في حياتي في السماء فيه فرح في السماء فيه سعادة المسيح بيكون في ساعاته لما بيشوف حد خاطي إبل المسيح فمفيش أي حاجة زي ما أنت قلت مفهود نعملها قبل أنت بس الكرار اللي أنت بتاخده أنت تسلم حياتك للمسيح هو ده الوقت للمسيح بيسكن جواك وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت بيبدأ يغير فيك يغير بقى الحاجات الغلط يصلح الحاجات اللي الشيطان كسرها يزبط شوية تفكير في حاجة معينة بيعمل لك عمرة زي العربية العمرة دي ممكن تتعامل في يوم وليلة العمرة دي ممكن شو العمرة تعرف ماشي لما مطور بينفض المطورة مش عالي مغير المطور آه أوكي ينفض مطور آه فالعمرة بتاخد العربية هو بيرجع بينفض لك القلبك آه كل حاجة بقى تفكير وقلبك واهتمامك فدية بتخليك أنت تحس بارتياح داخلي وسلام نفسي لدرجة أن اهتماماتك اللي كانت في الماضي ما بقتش هي اهتماماتك في الوقت الحاضر اللي أنت مع المسيح آه رغباتك اتغيرت رؤيتك لبعض الأشياء اتغيرت فمش هتتغير اللي تصير بورينج ومملة علشان في ناس كتير بتحس أنها خلاص أنا مدام أنا بقيت مع ربنا فحياتي بقيت مملة مفيش فن مفيش مفيش لعب مفيش صهر مفيش مفيش هو مش الأكتر أني أنا هتم أني مفيش مع الله الأكتر أني أنا هتم أني مع الله في حاجات تانية أصلا كتير لا بس هو هو سوري ما أنت قلت بغير تفكيرك آه وبس تغير تفكيرك بتشوف أنت الفن شي تاني صح مفهومك هو لشو هو الشي اللي هو اللي بيبستك هتكون غير عنه لما بتكون أنت مع الله مية 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 والحاجة دي أنت مش لازم تجبر نفسك عليها يعني يعني إحنا لما بنبقى مع الله مش لازم نجبر نفسنا هو في حاجات إحنا هنتطر نشتغل عليها إزاي إن أنا دلوقتي مثلا مش متعود إن أنا أعط في الكنيسة أكتر من ربع ساعة نصر ساعة بازهق فأنا المفروض وأنا قاعد أول ما عشان دي عادة بقيت فيها مش قادر عشان مش متعود فلما أبدأ أخذ كرار أن أنا أروح مش متعود أنا أنا كل يوم أصحى الصبح أصلي مش متعود قبل ما نام أصلي مش متعود قبل ما أكل حاجة أصلي فزي ما قلت يا ممكن تاخد وقت ممكن الله قادر يعملها زي مع بولس مرة واحدة يروح مغيره بعد ثلاثة أيام خلاص بولس بقى فهتاخد وقت عشان تتعود بس أنا المفروض أساعد نفسي لما الشيطان ييجي مثلا يقول لي اه امسك موبايلك وانت قاعد مثلا في الكنيسة عشان زهد طب اطلع مثلا تناشى شوية اطلع الحمام أنا بقى المفروض لما يعني أسمع الصوت ده أو ما يجيلي أحساس ده ما استستمش لي وأقول آيوة صح أنا زهد لا ما انت لازم بقى يعني you have to be disciplined تكون ملتزم أنا دلوقتي خدت قرارنا بقى كذا كذا وأنا أواصق وعارف أن القرار ده هيساعدني في حياتي فخلاص أنا أحاول زي مثلا بروح الجيم بروح أول يوم تاني يوم ما بقدرش أحرك وخلاص أمش هروح تاني فخلاص أنت القرارات مش هتروح بس الواجع ده أصلا مش اللي هو يقول لك ما تروحش تاني عشان ده غلط حياتي الواجع يقول لك أنه أنت لازم تكفي أيوة علشان أيوة فأنت زي القرارة أنت هتاخده خلاص أنا أروح الجيم حتى لو فيه واجع بس الواجع ده مع الوقت هيقل وكمان الواجع ده زي ما أنت قلت بيبقى فيه تغيير فأنا ممكن مثلا ما يكونش بالنسبة لحاجة طبيعية أن أنا أعود مثلا فترة طويلة أسمع أو أن أنا مثلا أعرف الإنجيل أو أن أنا أخد يعني أتعود على أن أنا أصلي بس ده تحتاج مني أن أنا لازم أكون ملتزم أن أنا آه لا أنا لازم أصلي فده لما أتعود عليها هدون هن الجيم الروحي أوه لما أتعود عليها هلاقي نفسي لأ بعملها من غير ما أنا يعني أنا مثلا اتعودت أن أنا لازم أصلي قبل ما أكل فدلوقتي أول ما بععد على الأكل بصلي هل أنا بفكر فيها لأ لأنها بقيت عادة فالعادة بتيجي لما أنا بعملها كذا مرة مرة على مرة على مرة فبتبقى حاجة طبيعية بقت طبيعية بس أنا لازم أكون واعي للحاجة دي عشان أعملها طول مانا عايز فعلا حياتي تبقى مع الله بس إن أنا أعمل حاجة عشان الله يقبلني لا دي غلط الله بيقبلني زي مانا وكمان السماء كلها بتفرح إن أنا قبلت المسيح ويتبت عن خطايا فالمسيح بياخدني ويكون فرحان طبعا وهو على ما أنا بديله نفسي أكتر هو بيغير أكتر وأنا لازم برضو أكون واعي للأنا بعمله وإن أنا معملش الحاجات القديمة أو بحاول بقدر الإمكان ما التفتش ليها ما أعش فيها ما أفكرش فيها كده قبل ما تموف to a next point بس بنذكركم أنت عملونا like share or subscribe وتكتبونا بالcomment section إذا في عندكم أي comments النقطة التالية عم بفوت على topic تاني عندك شيء بعد تحكي بهذا topic اللي هو شيء خاصه بـ new years و new resolution وبداية جديدة how should I move to the other topic اللي أنا بدي أحكي به يلا بما أنه عم نحكي نحن ببداية جديدة ما بداية جديدة أوكي بدي أفوت بموضوع المعمودية شو رأيك بالمعمودية المعمودية هي مش شيء اختياري هي شيء إجباري أوكي المعمودية لو هن حطها في إجباري طول ما أنت قادر صح خلينا أحطها أوكي لأن في ناس ما بتقدر آه زي اللص على اليمين المسيح مية بالمية ما كانش هيقدر فالمسيح قبله زي ما هو علشان من جواه كان قابل يعني أنت هلأ بالنسبة لإلك عم بتقول أن المعمودية هي أمر خلاصي من آمن واعتمد خلاص وإذا ما اعتمد وأنا مؤمن أن المعمودية ديت شو المعمودية خلينا نحكي شو المعمودية معمودية بالعب باليوناني بابتيزيو اللي هي أن أنت بتنزل بتموت عن خطياك القديمة وبولس بيشرحها وبيقول أن زي ما المسيح مات والله الأب قومه إحنا بنموت عن خطيانة في المية والمسيح بيقومنا لحياة جديدة معه أوك ده مفهوم المعمودية معمودية وزي ما قال بولوس برضو هي معمودية واحدة إله واحد رب واحد معمودية واحدة معناها طريقة واحدة للمعمودية مش أي طريقة هي طريقة واحدة حتى أساساً معنى الكلمة أن أنا بختص معنى أنت تنزل تحت الماء كرميل كرميل أنه لنقول أنت لقديم تندفن تحت الماء و تطلع بشخص جديد حتى الخصي الحبشي في عمله رسل صلوب بصراح ونزلوا بقى مية وطلعوا من المية أوكي ليه ليه بنتعمد أمتى بنتعمد طيب قبل ليه أمتى تعرف أنا بس تقبل المسيح وتكون جاهز خليني قللك ليلة حتى قللك أنا شو الليلة إلي أنا موضوع أنه ليه بنتعمد هو أنا بيخذها كإعلان تمام أنه أنا من اللحظة هاي عم بعيش حياتي مع المسيح وبعلن للعالم كلمة هيك لما بتعمد تعملها قدام عالم ما بتعملها لوحدك بعلن للعالم أنه أنا من هاللحظة أنا بعيش ليسوع وعم بعيش حياتي كلها مع المسيح وأنا بوسق فيه هي إعلان هو إيمان داخلي بعلنه للنس مية بالمية فأمتى لما كون أنا واصل لهيدا الإيمان الداخلي لو حد قال جبتوها منين لازم واحد يكون فاهم وعارف المسيح آخر حاجة قالها للتلاميذ اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الله باسم الأول إزاي أنا هتلمز طفل عائل صغير الطفل مش فاهم حاجة طيب أنت قلت المعمودية دي قرار أنا بها أمتى أصدق بأي عمر آآ 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 آ� فيه. صح. فكده يعني الطفل لما بنقوله. أصلا ما بنقول ش. حظك طفل البيبي أيها صغير أول ما بيتولد بعد فترة يلا نعمد ونطلع. طيب أنت عارف ليه بلشت موضوع أنه عمدوا البيبي زهنه. اللي أنا عارفه أنه علشان لو حصل حاجة فهو يكون اللي هو هو بقى مسيحي يعني. So what happened هو بالpast كان في مرض. ما أنت بتعرف بالزمانات. لما كان يصير في مرض الواحد بيموت. ما كان. صح صح. عارفت فكان في مرض وكان هالمرض بيجي أكتر شيء على الولاد. فالأهل كانوا أولادهم عم بيموتوا من ورا هيدا المرض. فكلهم عم بيقولوا طيب هل هاليدا الولد عم بيخلص ولا ما عم بيخلص. صح صح. أنه هيدا الشخص عم بيروح بدي يروح الولد هيدا بيروح على الجنة وأنا ما راح يروح على الجنة. فإجوا الناس كرميل ما يخو يعني كرميل يطمنون. قالوا أنه ما في شيء أنا قالوا أنه ما في شيء غلط بيمنع أو لنقول مش بيغلط. ما في شيء بيمنع أنه أنا ما عمد الولد هو وزليه. كرميل الأهل يطمنوا. هي عملوها بهاي داك الفترة. بعدين صارت بدل ما هي بهاي داك الفترة صارت الكل اللي عم بيعملو أنه خلص أنا ابني هلأ صار مسيحي ولازم يتعمد ولازم أعمل له هيك ولازم حط هيك والذات هيك وما بعرف شو. بس إذا بدك تيجي فيها هي بيبليكلي بيبليكلي بيقول لك أنه أنت لازم تكون فاهم شو أنت عم تعمل وعارف شو عم بتصير. وإنت اللي تاخد القرار لكده. وإنت اللي تاخد القرار لكده. محدش بيخد لك قرار الخلاص. مية بالمية. لأنه إلنا بحلقة من قبل سوري قطشتك. إلنا بحلقة من قبل إنه أنا ما فيني خلص لبيي لأمي لمرتي لخيي لابني. كل واحد يخرص لوحده. صح. بس at the same time المسيح قال دعوا الأولاد يأتونا إليا لأنه لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. Right. فده معناه إن الأولاد لو حصل لهم حاجة. شو بسموها ده. Card Blanche. وعندهم دغري على السماوات. لا سمح الله يعني سيسير. لما المسيح يجي. إيه إيه إنه قصدي يعني إنه دغري يعني ما فيش مش يعني يعني ما عنده إن هو يتحاسب ما فيش حاجة يتحاسب عليها. عشو بدي يتحاسب. إحنا آه إحنا مولدين بخطية آدم بس ده مش معناه إن إحنا ربنا هيحسبنا على خطية آدم. مخصنا. خطية آدم معناه إن أنا عندي الرغبة إن أنا أخطي. مية بالمية. بس لو أنا لسه طفل عندي سنة سنتين معرفش أصلا الصحة من الغلط أنا معرفش غيرا إن أنا عايز أكل عايز ألعب عايز أنام بعمل حمام. بعمل حمام حتى مش بتفكيري عايز أعمل حمام. لو حدو. فمفيش طفل عنده الفكر إن أنا عايز أعمل حاجة غلط فإزاي الطفل ما عملش حاجة غلط وإله الرحمة هيحسبه علشان ما تعمتش. الناس بتقول طيب أنا عايزه أنا عايز الطفل يتعمد علشان ربنا يحفظه ولو حصله حاجة يكون هو مسيحي. طب ليه المسيح ما تعمتش هو صغير يعني ليه ما عملهاش إذا فعلا فيه احتياج للطفل إن هو يتعمد. المسيح هو صغير يوسف ومريم خدو إن واحد يتكرس صح. صلوا عليه. فمش غلط إن أنا أخد مثلا طفلي للكنيسة وأسيس يصلي عليه. ده تكريس بس في تكريس وفي معمودية المعمودية المسيح اتعمد لما كان عنده 30 سنة لما بدأ الخدمة بتاعته. وهو أصلا ما كانش مفروض يتعمد يوحانا المعمدان قال له لا ده أنا المفروض يتعمد منك مش إنت اللي تعمدني. مش أنا لعمدك إنت اللي تعمدني. فقال له لا لازم نعمل كده علشان نفرج العالمي. ونحقق كلهم مكتوب في الكتب والأنبياء نموس والأنبياء. فالمسيح نفسه اللي مش محتاج معمودية ومش في حتي يعني ما عملش أي خطيئة راح ليوحانا وهو اللي عمده علشان إحنا نعرف اللي هو عمله ونعمل زيه. أي حاجة المسيح عمله عشان نعمل زيه. فإزاي أنا دلوقتي أجيب طفل ما خدش قرار. مش فاهم يعني إيه المعمودية. ولما بيطلع مش بيكون فرحان. وبقول إن أنا بخلصه هو مين اللي بيخلص مينه؟ هو بالنسبة ليه أصلا هو شو صار ما أفكر حاله تحمّم. وبيطلع بيعيط عشان مياه بتكون غزبا عنه. كمان ساعة بشوف فيديوهات. حسب كيف آه. آه. فالمعمودية. كربيل هيك صاروا بطلوا يغطوا بالماء صاروا أوقات بيرشوا بي بس. آه. فهي المعمودية بينة أوي من المسيح لبعد المسيح الناس اللي كان بتتعمد ما كانش فيه أطفال بتتعمد. الناس اللي بتتلمز الأول اللي بتفهم بتاخد قرار فبتتعمد. الطفل مش بياخد قرار مش فاهم بالنسبة له المعمودية ولا حاجة. فهي المعمودية مهمة. لو أنا عرفت إن أنا لازم أتعمد وما تعمدتش. أنا شايف إن المسيح يحسبني. لو أنا كنت عايز بس حصل حاجة. المسيح يحسبني على الحسب اللي أنا كنت عايزه. فلو ما قدرتش بعدين إذا حصل مثلا موت. إذا حصل مثلا إن أنا سفرت في حتة تاني. إذا حصل حصل حصل. الله أعلم بس كنت أنا ناوي بس ما كانش فيه فرصة. خلاص ربنا يحسبني على حسب قلبي وعلى حسب قراري. حسب فيه كمان بناس بتآمن بالمسيح على. وهن عفراش الموت يعني بيكونوا عم بموتوا قاعدين. ما فيك تعمدهم فبس على حسب إيمانهم يعني. صح. فعلى فكرة السنة الجديدة قرار جديد إن أنا أتبع المسيح أدرس أكتر. أسأل حد فاهم إن هو يدرسني أكتر. لو في عندي أي سؤال أسأل مثلا أي واحد أنا بسك فيه أو أسيس قريب مني. أنا عايز أفهم ديت أنا عايز أعرف ديت. طول ما أنا بفتش طول ما يكون عندي أسئلة. بيكون فيه علامة إيجابية إن أنت فعلا عايز تقرب. فكل مرة بتقرب وكل مرة بتسأل وكل مرة بتعرف. توصل للقرار في الآخر. أنا عايز أسلم حياة المسيح. أنا عايز أتعمد. وده مفيش أحلى من القرار ده. قرار معمودية. أنت بتختار إن أنت تتولد من جديد. الولادة الأولى اللي إحنا نزلنا من. بطن أمي. أيوة مختار نوش. بس دي بقى الاختيار إن أنا. أنا النهاردة بقيت جديد في المسيح. أنا النهاردة بقيت جديد في حياتي. مولود. مولود جديد في المسيح. لأنه أنت أصلاً. ويوجول لما بتنعمل بتكون أنت. مش أنه أنت واو بالإيمان. أنه أنت صرت كثير صار لك بالإيمان. بتكون بعضك طفل بالإيمان لك. أيوة. فبتصير أنت بتربع مع المسيح. تتعلم معه شوية بشوية. صحيح. الله السنة الجديدة دي ألفين أربعة وعشرين. أنا. دي حاجة في أنا. بس أنا. بتفائل. بالعدد الزوجي. أربعة وعشرين. أه. السنة جايها يكون. تمانية وعشرين سنة. أو السنة دي يعني. يكون تمانية وعشرين سنة. فأنا بتفائل أكتر بالأعداد الزوجية. مش الفردية. بحس إنها. آآ. تفائل خير. دي حاجة ما عرفش فيي أنا. بس حاجة بتطلع صح. حاجة بتطلع غلط. بس أنا بتطلع صح. بقول ايه أنا صح. بتطلع غلط. بطنش. فأنا متفائل خير إن شاء الله على السنة الجديدة. للجميع. وآآ. زي ما أنت قلت. آآ. قرار المعمودية. من أهم القرارات اللي احنا ممكن ناخدها. بعد ما ندرس ونعرف ونقرب. وآآ. إن شاء الله يا روني. نشوفك كده السنة الجاية. آآ. مش عايز أقول حد تاني عشانت بتقول لا مش دلوقتي. بس آآ. بتكون معاك مليون دولار. آآ. آآ. من تمك لبيب السماء. من تمك لبيب السماء. آآ. آآ. يا جميعا نحنا آآ. ما تنسوا تعملونا اللايك شير وسبسكرايب. آآ. ما تنسوا تكتبونا بالكومنت سكشن إذا في عندكم أي شيء. آآ. أو أي تعليق عليه نحنا عم نقوله. ما تنسوا كمانا فيكم تكتبوا آآ. أسئلة بالكومنت سكشن اللي فينا نحنا نقدم بالكوستيونز. آآ. 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 كمانا آآ. 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 آآ.